نتواصل مع زميلنا رامي جابر الذي يطلعنا على مزيد من التفاصيل من العاصمة الأمريكية إليك رامي يعود مرشحاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب إلى قطار الحملات الانتخابية مجددا هذا الأسبوع نبدأ من بايدن والذي كان بالأمس في تجمع انتخابي في ولايته المفضلة ولاية ديلاوير ولايته التي يقضي فيها إجازته الأسبوعية بصحبة عائلته ولايته التي كان مرشحا أو كان سيناتر أو عضوا في الكونجرس الأمريكي عنها لعقود ربما هذه الولاية كان بايدن في تجمع انتخابي فيها بالأمس وكان يحاول أو يسعى إلى الاطمئنان على قواعده الانتخابية في تلك الولاية وإن كانت ولاية ديلاوير بمعيار الانتخابات هي ولاية ديمقراطية مضمونة خاصة إذا كنا نتحدث عن رئيس مثل بايدن هو أساسا من ديلاوير أو هو يعني عاش كثيرا في ديلاوير ولديه بيت ومنزل صيفي وما إلى ذلك فهو يعتبر من أهالي ديلاوير وليست هناك مشكلة بالتأكيد نتحول إلى ترامب الذي يواجه محاكمة المعروفة إعلامين بشراء الصمت في نيويورك ولكنه في نفس الوقت استطاع أن يوفق أوضاعه مستغلا أيام الإجازات في هذه المحاكمة أو الأيام التي لا يكون فيها جلسات حتى يطلع بحملاته الانتخابية ترامب يتوجه اليوم إلى ولايتين مهمتين جدا في الانتخابات المقبلة ميشيغن وويسكونسون وهما ولايتين متأرجحتان ترامب عينه على الولايات المتأرجحة هذه المرة يريد أن يفوز على بايدن بالضربة القاضية ست ولايات متأرجحة إذا ما استطاع ترامب أن يحصل على العدد الأكبر منها ضمن بشكل كبير أن يكون هو الرئيس القادم لذلك هو يركز كل ثقة له على الولايات المتأرجحة مثل ميشيغن وويسكونسون على أن يكون السبت المقبل في ولاية نيوجيرزي وهو أيضا له قاعدة شعبية كبيرة في ولاية نيوجيرزي